السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الى هذا الفيديو سأريكم دارة بسيطة لفحص جهاز التحكم عن بعد او الريموت كنترول لا تنسوا الاشتراك في القناة وايضا الضغط على زر الجرس اللي ستتوصل بكل جديد بحول اللحظة اذا سنحتاجه لهذا اليميتر وهذا الليد يعني ستجدونه بريسيفر ان كان لكم ريسيفر اخر دا ستجدونه في الواجهة الامامية وايضا هذا الجرس ستجدونه في المنبهات او الساعات اذا مصدر للطاقة من 3 فولت الى 5 فولت اا يعني شاحن او يعني بطارية هاتف اذا سنقوم بتلحيم هذه المكونات مع بعضها هنا بهذا اليميتر الذين هنا الزائد وهنا الناقص يعني السالب وهذا مخرج الاشارة وايضا الليد به قطب الموجب والسالب اذا سنقوم بتلحيم الزائد هنا مع الزائد باليميتر وايضا الزائد بالجرس هنا الزائد القطب يكون القطب القصير والسالب للمسباح سنذهب به الى مخرج الاشارة باليميتر ثم نركب هذا الجرس نجد من طريقة تركبنا الى الليد الزائد مع الزائد والناقص مع مخرج الاشارة ثم في الوسط نضع السلك الساريب في مدخل الطيار ثم نضع السلك في مدخل الطيار الموجب ثم نضع كل شيء بالنسبة لتلحيم المكونات نأخذ مصدر الطيار نضع الزائد مع الزائد والسالب مع السالب نضع الشاحن في مصدر الطيار يعني مأخذ الطيار ثم نقوم باختبار هذا الريموت هل هو شغل ام لا اذا كما تلاحظون هنا لا تضغط على الزر على الزر بجهاز التحكم فهذا الليد يعني يشغل وبذلك الريموت هو في حالة جيدة ايضا نختبر هذا الجهاز اذا كما نلاحظ فالريموت يشغل بشكل جيد وايضا هذا الجرس يصدر صوتا عند الضغط على جهاز التحكم بالنسبة الى الشيما وهي كالتالي في الاخير قمت بتقطيع مثل هذا الريموت ووضعت هذه المكونات بالداخل يعني بطاريتين يعني ثلاثة فولت وايضا وضعت هذا القاطع هنا والجهاز شغال بشكل جيد اذا الى فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء